هذا وقد شهد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وهي على النحو التالي مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بشأن الاقتصاد الرقمي وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بينما وقعها من الجانب البريطاني سعادة السيدة كيمي بيتنوك وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بشأن التنوع البيولوجي والتلوث البحري وقعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بينما وقعها من الجانب البريطاني السيد تيمي جرين نائب الرئيس التنفيذي للعمليات لمركز البيئة ومصائل الأسماك وعلوم تربية الأحياء المائية بالمملكة المتحدة مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بشأن تدريب البحرينيين في المملكة المتحدة وقعها من الجانب البحريني سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بينما وقعها من الجانب البريطاني السيد أليستر كينغ رئيس مجلس إدارة مجموعة نسبت كينغ مذكرة تفاهم بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومعهد لندن للصيرف والتميل بالمملكة المتحدة بشأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتعليم المالية والمصرفية وقعها من الجانب البحريني الدكتور أحمد عبد الحميد عبد الغاني الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بينما وقعها من الجانب البريطاني السيد أليكس فريزر الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للدراسات المصرفية والمالية اتفاقية إطلاق خدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة من قبل معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات في المملكة المتحدة وقعتها من الجانب البحريني السيدة نورا جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات ومن الجانب البريطاني السيد شارلز تورنر المدير التنفيذي لشركة مالكا أمت مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بشأن تقديم خدمات إدارة الأصول المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية وقعها من الجانب البحريني السيدة نجلة الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة سيكو بينما وقعها من الجانب البريطاني السيدة تيريزا باركر نائب الرئيس التنفيذي لشركة نورتن تراست كما جرى خلال حفل الاستقبال الإعلان عن منح المملكة المتحدة صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية إلى جانب الإعلان عن إطلاق شركة إنجليزية متخصصة في خدمات وساطة التأمين والإعلان عن إنشاء مركز للخدمات الإقليمية للشركة BWC الشرق الأوسط بما يسهم في توفير 250 وظيفة إضافة إلى الإعلان عن إنشاء ستوديو لمشاريع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين والإعلان عن إنشاء منصة استثمارية لإدارة أصول سكن الطلاب في المملكة المتحدة ترجمة نانسي قنقر